اشتركوا في القناة المعالجين حينما يعالجوا اي حالة احيانا يخرج الجن من بعض المناطق حينما يقرأ عليه الرقية الشرعية ويحاول اخراجه من اين يخرج الجن احيانا يخرج الجن من الفم طيب ما هي العلامات التي استدل بها حتى وان لم اكن معالجا وارى شخص عليه جان او مسحور كيف اعرف بان الجن قد خرج تحديدا من الفم اولا يشعر المريض حينما يقرأ عليه المعالج بحشرجه في الفم يعني بحاول امثل وان كان التمثيل في بعض الاشمئزاز لكن يعني بحاول بقدر امكان اقرب المعلومة المريض حينما يقرأ عليه المعالج يشعر المريض بحشرجه في الفم واحيانا تظهر على المريض اصوات غير مفهومة ونبرت الصوت مش نبرت صوت المريض انا الشخص ده انا عارفه وعارف نبرت صوته وصوته انا عارفه شكله ايه لما اسمه اعرف ده صوت فلان فحينما يقرأ عليه المعالج حينما يرى بعض الاصوات الغريبة يعلم المعالج انه قد يخرج الجن من الفم اربعة خروج رغاوي من الفم كثيرة مع عدم سيطرة المريض عليها مريض يكون في شبه غيبوبة في حالة غيبوبة من الممكن ان يكون فيه رغاوي ورغاوي كثيرة المريض نفسه ما عندوش تحكم في هذه الرغاوي المعالج يعرف ان ساعتها الجن من الممكن انه يخرج ومن الفم خمسة انتفاخ البطن هو عايز يخرج من الفم فبطبيعة الحال بيحاول بقدر الامكان يعني يجعل البطن تنتفخ ستة انتفاخ الشفتين او الشفتان حينما يخرج الجن من الفم الشفايف دي بتحسن هي منفوخة هذه الحالة يعلم المعالج بان الجان او الجن سيخرج من الفم اخر علامة وهي الشعور بالاختناق لما المعالج يقرأ يعني سبحان الله العظيم الفيديو ده وان لم يكن للمشاهد العادي فهو بصفة عامة او بصفة خاصة عفوا يخص المعالجين من الممكن ان انسان يبدأ في طريق العلاج بيحاول يعالج الناس او بيحاول يتعلم هذا العلم العلاج الروقة الشرعية بيحاول بقدر الامكان انه يحفظ هذا العلم حتى يتعلمه ويحاول يحافظ على اهله فقد يقرأ على احد من اهله وهو في بدايته فهذه العلامات تخدمه فحينما تقرأ على حالة وتشعر هذه الحالة بالاختناق اعلم بان الجن يتأذى والجن ده عاوز يخرج ولما يحصل اختناق هو اقترب من الخروج من الفم دي كانت بعض العلامات او سبع علامات على خروج الجن من الفم انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته